السلام عليكم مرحبا بكم معنا في فيديو جديد كنتمنى تكونوا كاملين باخير والاخير وانتم ما كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم جيتكم بصفة جديدة واللي هي كيكا كوكيز كتجي لديدة وكتجي مرملة والحشوة ديالها كتكون كرامة شوكولة كتجي رائع بزيف و باش غادي نحضرو هاد الكيكا كوكيز غا نحتاجو جوج بيضات كاس اللاروب ديس كارساني دا نصف كاس ديال الزيت جوج خمارات وفانية معلقة صغيرة ديال القهوة و ديال شوكولة بوضغ جوج معلقة كبيرة ديال الزبدة و معلقة كبيرة ديال مايزينة والدقيق حسب الخالات دابا غادي نبدو في طريقة تحضير غا نحتاجو جوج معلقة ديال الزبدة انوضعوهم في الإناء كيف ما كتشاهدو معايا غادي نزيدو عليهم كاس ديال السكر و غادي نبدو نخلطو الزبدة ديالنا مع السكر مزيان حتى تدخل لنا الزبدة في السكر و يولي عندنا خاليط متجانس بدو نحركوهم مزيان و نزيدو عليهم جوج بيضات و غادي نحركو عو تاني كل شي و نزيدو الزيت نسكاس ديال الزيت غا نخلطو و غادي نزيدو معلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الدوابان و كاكا و بودغ غا نخلطو المكونات و غادي نزيدو معلقة كبيرة ديال الميزانة و من بعد مما غادي نضيفوها غا نخلطو كل شي و دابا غادي نزيدو على الخاليط ديالنا صغيرة ديال الفاني كيف مما كتشوفو غادي نبدو نزيدو دابا الدقيق شوية بشوية و نحن نحركو نحن نزيدو في الدقيق و نحن نشوفو الخاليط ديالنا حسينو بالخاليط ديالنا تجمع و ولا لنا على شكل عجين كنحبسو إذا بل لنا ما زال خاصو الدقيق كمقا نزيدو شوية بشوية حتى يبال لنا العجين ديالنا ولا لنا مرمل و وراء العجين غا يكونو مرمل و غا يبان بحلها مزيت شوية حقك يخاصو يكون العجين ديالنا غا نزيدو الخمارات جوج خمارات كيف ما كتشاهدو معايا و نحن مستمرين في عمليات التحريك هنرى كيف كتشاهدو معايا ما زال العجين ديالنا قعمة تجمع لينا غا دي ما زال نزيدو الدقيق و نحن كنخلطو حتى نحصلو على العجين اللي بغينا و يجينا العجين هو أصلا ليسانسيال من هاد الخاليط هذا خاصة كل العجين ديالو مرملة بتحقك تجيزوينا هذا هو الشكل اللي حصلنا عليه من بعد ما جمعنا العجين ديالنا كيف ما كتشوفو دبا غا دي نقسمو الجوج قيطع كيف ما كتشوفو معايا العجين ديالي مني كان كان قيصها دبا بيدي مرم ملو رطبة 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 كتعطيني فحل الزيت كتتخرج مننا فحل الزيت كيف ما كتشوفو دبا العجين ديالنا جاهزة باش نستعملوها غا دين ناخدو المول اللي غا دين طيبو فيه غا دين ديرو لي شوي ديال الزيت وغا دين سرحو ديك الزيت في المول ديالنا على هاد الشكل غا نحتاجو للطاقيق اندهنوها من جميع الجوانب اندهنو المول كامل وغا دينحتاجو للطاقيق غا دينديرو في المول غا دينديرو في المول ونبدو نوزعو عليه على هاد الشكل كمقا ونديرو لي هاكا باش كي دور لنا على المول كامل من بعد غا دينديرو غا دينديرو ديال الدقيق وغا نبدو نصرحو العجين ديالنا في المول على هاد الشكل خاصنا نصرحو العجين ديالنا في المول كامل وما يجينا شرقيق من التحت وغا دينطلعوه حتى على جنب ديال المول غا نبدو في طريقة تحضير كريمة ديال الشوكولة اللي غا نحتاجو فيها تسعود القطاع تشوكولة نصف لترة الحليب فلاو كارامل ثلاثة لمعالقات السكر و خيم باتيسيار في كاسرول غا دينديرو نصف لترة الحليب وغا نزيدو عليه ثلاثة ديال المعالقات كبار ديال السكر يمكن لكم تنقصوا لما عندكم شمع السكر وغا دينديرو ثلاثة لمعالقات السكر ديال الكريمة باتيسيار كما كاتشوفوا معايا هو اللي غا دي خليلين الكريمة ديالنا عاقدة و ساشيا ديال الفلاو كارامل انا ما عنديش فلاو شوكولة دكش عاليش تستعمل في الفلاو كارامل اللي عندو شوكولاترا احسن غا دينحركوا عناصر كاملة مزيان ومن بعد مما غا دينحركوهم غا دينزيدو عليهم ساشيا ديال الشوكولة بودغ باش يعتلينا دا كل لون ديال الشوكولة نستمرو في عملية التحريك غا دينديرو الخليط ديالنا فوق البوطة حتي عقدلينا مزيان من بعد مما عقدلينا الخليط غا دينزيدو علي قطع الشوكولة سعود ديال قطع الشوكولة ونحركو مزيان حتي يدوب اذك الشوكولة ويعطينا اللون غمق من هاد اللون استمرو في عملية التحريك كيف ما كتشوفو معايا او كيدوب شوية بشوية بقوا نحركو 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 مزيان باش ميجمدش لينا الكريم ديالنا ويبدا يدوب لنا الشوكولة بقلينا درنا العجين في المجمد باش يشد لنا راسو ويقصاح كيف ما كتشوفو معايا هاو دبولا لنا قاسح غا دينديرو لي الكريمة الشوكولة من الفوق بهاد الشكل وغا دينصرحو عليه كامل هيا كريمة بقعدنا سخونة كيف ما كتشوفو معايا غا دينصرحوها عليه كامل كيف ما بهاد الشكل كيف ما كتشوفو معايا ومن بعد ما غا دينصرحوها عليه غا دينناخدو العجين ديالنا التاني غا دينديرو بلاستيك عليهم من فوق ومن تحت وغا دينبدو نصرحوه بالمدلك كيف ما غا تشوفو معايا باش ما يلسقش لينا حيش هو يصعيب باش تهزوه غا دينحطوه فوق من الكريمة ديالنا وغا دي تقطع ليكم راه عادي حيش اصلا العجينة ديالنا راه مرملة ما يمكنش ليها تبقى زع ما عجينة وحده مسرحة سوفو غا ناخدو العجين ونديرو البلايس اللي تقطعو لينا نبدو نزوقو العجين ديالنا بحبيبات الشوكولة ونتأكدو انها دخلات شوية في العجين باش ما تتحييج لينا وتعطينا الشكل ديال كوكيز كيف ما كتشوفو معايا غا نبتوها كاملين بدوك الحبيبات ديال الشوكولة هكذا غا ديس عطينا الشكل ديال كوكيز كيف ما اسميناها عليها وغا دي من بعد ما غا دي نزوقو الوجه دياله كامل بالشوكولة كيف ما كتشاهدو معايا دابا معلينا الا ندخلوها الفورن على درجة حرارة 140 باش ما تتحرقش لينا حيث هي كيف قلت لكم كاتبغيت طيب علم هل واللاطة ديالنا غا نديروها مهزوزة على النار كيف ما كتشوفو معايا هاي كيف ما كتشوفو معايا كالجوزوينة شكلا ومداقا كانت مننا يا ربي تجربوها وتشاركووني في الاراء ديالكم في التعاليق وما تنساوش تديرو لي يا جام وتشتركو في القناة باش هكا لعائلة ديالنا لزيد تكبر ودروري تفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم اي جديد ديالنا كيف ما كتشوفو معايا هذا هو الشكل ديالها كتجيدك الكريمة دايبة من الداخل وزوينة بزاف كتستحق التجربة وكتبا غادي نقول لكم سلام عليكم ونطلقا في وصفة جديدة باي باي اشتركوا في القناة